استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي لازلو كوفر رئيس الجمعية الوطنية المدرية بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وسفير أندرس كوفاكس سفير المدر بالقهرة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي رحب بزيارة رئيس الجمعية الوطنية المدرية إلى مصر معربا عن تقدير مصر لعمق العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين وما يجمعهما من روابط تعاون وقواسم وقيم مشترقة انعكست على علاقات صداقة متميزة وممتدة بين البلدين استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور لازلو كوفر رئيس الجمعية الوطنية المدرية وذلك بحضور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والسفير أندرس كوفاكس سفير جمهورية المجرب القاهرة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة رئيس الجمعية الوطنية المجرية إلى مصر معربا سيادته عن تقدير مصر لعمق العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين وما يجمعهما من روابط تعاون وقواسم وقيم مشتركة انعكست على علاقات صداقة متميزة وممتدة بين البلدين من جانبه أعرب رئيس الجمعية الوطنية المجرية عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تربط الشعبين المصري والمجري ومؤكدا حرص بلاده على تعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات لسيما على الصعيد البرلماني وأضف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول بحث سبل تفعيل أطر التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ودفعها نحو آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة في جميع المجالات كما تم استعرض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة التدعيات الدولية مختلفة الأبعاد للأزمة الروسية الأوكرانية ترجمة نانسي قنقر